اشتركوا في القناة هذه الوقفة جاءت بعد البيان الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنية الصحة من اجل احتجاج في كامل ربوع المملكة امام المديريات الجاوية للصحة هذا البيان جاء بعد تأنت الوزارة لتلبية المطالب المشروعة للممرضين هذا المطالب يعني كينة بزاف يعني من المطلب اللي هو متكامل الكبير والمطلب الاساسي للان مستعجل هو الرفع من الاجر ثابت للممرضين وتقنية الصحة عبر ثلاثة طرق الامر الاول هو التعويض عن الاخطار المهنية فكيف يعقل ان لديك داخل المستشفيات بعض الفئات يتقادون التعويض عن الاخطار المهنية الذي يصل الى 4000 درام والممرض يتقادى هذا التعويض عن الاخطار المهنية قليل جدا فراه لا يمكن الخطر واحد ويجب التعويض كذلك ان يكون واحد الامر الثاني هو التعويض عن الاباء التمردية كما كان عارف وعدك 30 مليون مواطن مغربي وعدك 30 مليون ممرض يعني واحد الاباء اللي هي كبيرة الخاصة يقدر بالسين الالف يعني هاد الـ 37 الاف اللي عندك داخل المستشفيات تقوم بالعمل ديال الـ 60 الاف حسب يعني وهذا ما زال ما وصلنا الموين اللي كتحده لمنظومة العالمية الصحة الحاجة الثانية هو التعويض عن التعطير الذي لا يتقادى الممرض في الاربع سنة الاولى هذا التعويض نطالب كذلك بهذا التعويض الامر الثاني واللي هو مهم المطلب الثاني الذي يعني يخصونه هو قضية ديال الهيئة لأنه كما كتعرف المستشفيات فيها منتحي للصفة كدخل المستشفى ما كتعرف من الممرض من الماشي ممرض مش كهدا مش كهدا اي وعدين بس طابلية ويقولك انا ممرض نحن نطالب بالاساس كهيئة التي تقنن هاد السيبا اللي كان داخل المستشفيات ولا الكلينك تكون عندنا واحد لأيها الحاجة الرابعة اللي هي مهمة هي قضية ديال مصنف الامال نعرف انا اخويا خدمتي شنا ايها انت كسحافي عارف خدمتك شنا ايها احنا ما عدناش وهات القانون باش نعرف هالي طاش ديالي شنو يخدم زي فين كتس بداخل زي فين كتس سالة هنا ما كيناش احنا قانطالبوا بالاساس اخراج هاد المصنف ويكونوا عارفين احنا الخدمات ديالنا شنو هي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر